أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج سعادتك معنا معنا الأستاذة هيبة زايد استشاري أسر إلايف كوتش ومدرب معتمد من المركز الكندي ومدرب ونوزة ومعنا الأستاذة ياسمين خبرة تجميل أهلاً بكم أهلاً بك أستاذة أمير أهلاً بك أستاذة هيبة بنان على طلب المشاهدين حابين نكمل معاك الموضوع عن الوزة أهلاً بك هنتكلم النهاردة عن مسترحة الأنوسة كلمت عن شوية حاجات الحلقة اللي فاتت هتكلم النهاردة على التنظيف الداخلي للأنسة إزاي نحن نعمل يعني نخلي الأنسة زي ما هي بتتزايا من بره زي تتزايا من جوه بما أننا معنا خبرة التجميل فطبعاً أي أنسة محتاجة أنها تتجمل من بره من جوه بس هي بتتجمل من بره لازم هي بتتجمل عشان هي أنسة مش علشان أن هي بتحاول تبقى أنسة هي دا التركة يعني هي أهم نقطة أن احنا بنتجمل لعشان إحنا ستايا حتى لو إحنا في الصحراء هتلاقي كل ست معها شانطتها من الميكوب بتاعها بتنظيفها بتنظيف بشرتها كل الحاجات دي إيه الروتين اللي ممكن الأنسة تحافظ بها على جمالها الداخلي؟ الروتين هوش بقيت حاجات بسيطة خالص يعني بداية من لو ربع ساعة بس كل يوم إنها تقعد مع نفسها لوحدها إنها إزاي تبقى مع نفسها وتعرف تتضبط الحاجات الداخلي هنكلم معها بس أنا عايز أسمع برضو أستاذة أستاذة ياسمين أهلا ياسمين أهلا أحكينا النهاردة إحنا إزاي أي أنسة تبتدي تهتم ببشرتها وبتهتم بنفسها من بره هو أهم حاجة يعني إحنا لو هنتكلم عن السكين كير اللي هو بشرتها وشها اللي باين حتى لو هي في البيت بتشتغل طالبة يعني لازم إن هي تهتم ببشرتها أول حاجة أول حاجة إحنا بنعملها لازم البشرة تكون نظيفة يعني بقيت بقى عن الميكاب والكلام ده فإحنا كل يوم لازم نهتم ببشرتنا مرتين مرة الصبح ومرة بالليل يعني أقل حاجة إن إحنا نغسل وشنا مش لازم حتى غسول أو حاجة غالية أو كده في حاجات موجودة عند العطار وسعرها كويس أنواع صابون بيكون أورجانيك ناترال يعني مش حاجات فيها كاميكال ودي أفضل لكل السكين تايبس كل أنواع البشرة كل حد حتى العطارين شطرين جدا في الموضوع ده هي لو قالت له آه يعني حتى لو قالت له أنا بشرتي نوعها كذا عايزة لها حاجة كذا عايزة لها حاجة كذا عايزة لها الحاجة المناسبة لها ولو نحب نتكلم عن ده بالتفصيل آه يعني ما فيش مشكلة يعني مثلا البشرة الدهنية ليها زيت الججوبة وليها زيت أرجان كل ده بيبقى موجود في الزيوت سوري الصابون اللي موجود عند العطار أو زيت زتون يعني الحاجات دي وفيه للبشرة الحساسة الشوفان حلوة جدا وفيه للبشرة الجفة العسل بقى والزبادي والخيار الحاجات اللي هي بتبقى مرتبة أكتر وممكن كمان يعني دي بقى المرة بتاع الصبح خلاص بسيح نغسلنا وشنا بالنصبون المناسب لنا بنبتدي بعد كده نرتب أي يعني أي نوع ترتيب وبعد كده لو مية الورد العادية اللي هي بتتبع برضو عند العطار بتتجاب وبيبقى فيه سبري ولو ما فيش سبري ممكن احنا بنركب لها اللي سبري نفسه وتتحط في التلاجة وبنرش زي طانك عشان يحافظ برضو على البشرة قبل ما بنيجي نام برضو بيبقى نفس الروتين وممكن نستخدم الزيود برضو اللي هي منسبة لنا في صابونة نجيبها عادي من عند العطار في إزازة وحط كام نقطة زي سيروم وقبل ما أنام بعادي ما قولش ان انا رايحة نام فخلاص انا مش هخصي الوشي ما ينفعش لازم الوشي يبقى نضيفه انت رايحة اثنين لو مثلا سن الاربعين او الخمسة وثلاثين الكلام ده اللي بنا نتذكر مفيد جدا حلو ها قولك بيتنقع ليلة يعني بننقعوا ليلة في مياه وبعدين بناخد معلقة دقيق ونحطها فيه شوية ده فيه فبيكون كريمي بس ده بنحطه بالليل بس عشان هو بيكون تقيل شوية تحفى احنا كده سمعنا ازاي ننظف بشرتنا ازاي ننظف روحنا ازاي ننظف روحنا ان لو انا اعتبرت ان الحياتي عبارة عن فيديو وانا معايا الريمود ان انا بوطي يعني بخليه بيمشي بالبطيق فبطق الرتم بتاع حياتي في الطريقة دي هعرف افضي كوباية الكلام تكده على مصطلح اسمه افضي كوباية بتاعتي افضي كوباية بتاعتي لما استمتع بالحاجات اللي انا عملي اجري مشغولة بسرعة بسرعة عايز اعملها ومش لحق اخلصها وما باستمتعش بالحاجات اللي موجودة زي مثلا ابتسام الطفل عندي زي مثلا حاجة مربيوها زرعة عندي مش عارفة ببص عليها ولادنا مثلا منيين نتكلم معهم ما بنبصش في عينهم الحاجات دي كلها بتديكي رسائل لتساعدك ان انت تعرفي تستمتعي وتفهمي الرسائل اللي جالك من ربنا لما بتعملي الحاجات دي بتكتشفي ان اه اعرف اعمل كزا عشان كزا اعرف احل ده بده فان انت بتهدي الرتم بتاع حياتك وتعرف تعيش اللحظة فبيخليكي انسة يعني جزابة لابع الدرجة ان انت عارفة تستمتعي باللحظة اللي انت عايشها وبتعرف توصلي لحاجات كتير قوي من ان ان انت بيقع عندك مرونة ان ان انت مستقبلة عارفة تستقبلي كل الناس بكل بتصرفاتهم متقبلهم بكل حياتهم بعيوبهم ده بيخليكي جزابة مش لازم للراجل بس لصحابك لولادك بيبقى عارفين هم جايين في احتواء وهو دي تعمل حاجات يعني ايوة ايوة ان انت تعيشيها عشان تعرفي تدي تحس بتعمها وبحلوتها وتستمتعي بها لان احنا ما بنعرفش ما بنعرفش نستمتع ومبسوطين ان احنا مشغولين مشغولين هاسألك يا براهيم استاذ هابة معانا مدخلة تليفونية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضركم تعالي بس اسأل الاستاذ هابة تفضل حضرت ازاي اتعامل مع زبتي العصرية ان زبتي معظم الواحدة العصرية تفضل يا استاذ هابة ارد على المكلم لا اهم حضرتك هرد عليك حالا الاستاذ هابة هترد على حضرتك شكرا شكرا فضل يا فان الزوجة العصبية هي محتاجة بس تحس بالامان يعني زوجة احنا كلنا كستات اكتر حاجة بتحركنا احساسنا بالامان وانا انا اعرفة ان زوجي ده محل الثقة محل الثقة مش ثقة بس ان هو ما يعرفش حد غيره محل الثقة ان هو مسؤول عن كل التزاميتي انا ان انا احتاجه في اي وقت لقيه تمام ممكن تكون بتعاصل انت مش عارف تشيل مسئوليات ولادها معا انت سايبها بمسئولياتها بولدها مش محسسها باي امان طبعا كل الحاجات دي هي اللي بتخليها متعصبة لان هي مضغوطة مضغوطة يعني اتماعنا نقطع الصبت يعني خطي قولنا ياسمين انت قلت ان دلوقتي الروتيني اليومي بيبتت بالتنظيف اه ازاي بقى بعد كده نحافظ وانا برا البيت على بشرتي وانا برا البيت اه انا بقى يعني انا بقى بشوف ان احنا مثلا يعني البنات وهي رايحة الجامعة او مثلا سيتات اللي بتشتغل الصبح مهم جدا جدا سانسكين وهو دلوقتي بيبقى فيه يعني بيبقى فيه نوع منه زي فيه طبق فانديشن فبيخلينا نستغنى عن الميكب مهم جدا ان انا يعني الشمس كلنا عارفين ان ليها اشعة ضره واشعة نفع فالاشعة الضره دي بتأثر جدا جدا على البشرة فنحط سانسكرين وهو المفروض ان هو يتجدد كل ساعتين ونهتم برضو بوشينا ان احنا لما نرجع من برا نبتدي ان احنا نزيل الميكب حتى لو مفيش مثلا ميكب رموفل في البيت مش متوفر ممكن نجيب زيت المورنجا حل وقوي خفيف جدا على البشرة بحط منه كام نقطة كده على قطنة وببتدي امسح بيه وشي بينظف لي وشي جدا وبيغزيه لي كمان ابراهيم عايز اسألك سواني معنا مكالمة تفضل يا فاند الو اهلا مسأل خير يا فاند مسأل خير كنت عايزة السؤال تفضل يا حضرتك عرفينا بنفسك الاول يا فاند تلو احمد من قاهرة اهلا وسهلا بحضرتك انا عايزين نعرف ازاي ازاي حقيقي الدكتورة بالدرب ازاي ازاي تكون واحدة يعني معندهاش انوصة تبع عندها انوصة يعني ازاي تظهر جمالها الخارجي لو هي مش عادة تظهر جمالها الخارجي ازاي ازاي تعرف تظهره تمام حارتك استاذ هاي بعترد على السؤال ده اه اه لو هنتكلم على الداخليا اه انا اضاف ازاي ان انا كلمت اه لو يعني حاجات بسيطة برضه زي مثلا ان انا ابقى متسامحة اه ابقى عندي ثقاف نفسي اه صوت الداخلي دايما بيقولي الكلام اللي بيبين مميزاتي اه اه كمان ان انا مبقاش رفضة كل الاحاداس اللي بتحصل في حياتي اه وبعترف بالنعم اللي عندي وبقدرها استاذا ياسمين لها تعليقات سؤال اه انا معها جدا بجد كلامها عجبني يعني انا حتى مثلا لما بيجيلي بيشنت ممكن تبقى واحدة جميلة جدا اصلا يعني ما عندهاش عيوب اه او شكلها حلو مقبولة يعني بس ما عندهاش ثقاف نفسها فبتبقى مهزوزة جدا يعني لكن ممكن تيجي واحدة يعني شكلها مقبول برضو عشان كل خلق اللي حلوين طبعا بس ما عندهاش يعني ما عندهاش حتة انها مش وثقة في نفسها او حاسة انها مش جميلة او كده سبحان الله فعلا هو الجمال الداخلي بيكون ظاهر على برا من غير اي تكليف خالص ده حقيقي يعني تمام اسألك انا بقى ابراهيم اتفضل انت كراجل بيلفت نظرك الجمال الداخلي ولا الخارجي هو اللي بيلفت نظرك هو الجمال الخارجي مطلوب بس اللي بيلفت نظرك اكتر الجمال الداخلي طبعا طيب وده بيبني يعني انت ممكن تعجب بحد من اول ما يتكلم ولا بعد ولا اول ما بتشوفه انا عايزاك تفاهمنا دي لا هو الواحد بيعجب بالست من شكلها وبعدين بيعجب بيها اكتر من حديث ومعاكم بس بيظهر علوش ايه والوقت داخلي ده بيظهر مع الخارجي هون الاتنين بيكملوا بعض يعني انا ستة انثة من جوه مكتملة بس عشان انا انثة مكتملة لازم هتمي بنفسي جميل يبقى الحلقة كلها مكملة بعضها بمعلومات هايلة وجميلة قوي النهاردة بس انا كنت اسألك بقى سؤالك انت اللي هتجاوبي عليه ليه ستات الجميلات احيانا بتدخان ده تكملة نفس الموضوع لان هي جميلة خارجيا بس من جوه فاضية مفيش ثقاف نفسها ومفتقدة حتة يعني ممكن تلاقيه راجل معه زوجة هايلة من كل المواصفات ومع ذلك يعرف ستات بره او يتجاوز عليها وتلاقيه ستات اقل جمالا على مقاييس الجمال اللي احنا عبنشوفه معني فهنا كل ستات جميلات بس هوا بيفتقد عندها حتة التأدير الست اللي بتحتويه الست اللي بتحتوي دي ونظرة التأدير دي مستذهبا كتير قوي بيكون التأدير مهوش في المحل لان ساعات الست بتقدر عشان عايزة انا بدي عشان هاخد حالا مش بتدي علشان هي عارفة انا هتاخد من اماكن تانية هي بتبقى شرطة ان انا يعني بشرط عليك يا رب انا عايزة من ده ولو ما خدتش من ده مش هبقى مصد هي بتدري اللي هي عايزة تاخده هي بتديه بس ما تستنيش هي المشكلة ان انا بستنى انا استنى دي انت كده بتشرط على رب لكن انا بدي يا رب ومستني عطائك انت يا رب جميل جميل هي نرجع طبعا لخبرية التجميل بتاعتنا قوليلي بقى انت بعد المسكات الطبيعية اش زي ليه لازم ننظف بشرتنا تنظيفها بميط كل بشرة كل شهر اه ده مهم لان يعني اولا انت لو انت بتعملي مثلا روتين في البيت ان انت بتنظفي لنفسك بشرتك ده بيكون كل اسبوع ماينفعش مثلا تقولي ان انا هعمل كل يوم عشان وش يكون احلى لقى عشان هي دورة ان الوش بينشف فبيدي للعقل شارة فبيفرز زيود فاحنا بنسيبه عادي وبنعمل في البيت يعني اقصى حاجة هيبقى الناترال كلي اللي هو الطامي اه 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 انا بحب جدا الحاجات اللي هي الطبيعية تمام فان احنا يعني هنستخدم ده هيكون كل اسبوع لازم بقى كل شهر نعمل تنظيف بشرة عميق احنا معنا صورة هول شغل كيس اه اه ده ده مايكرو بليدنج عشان بيبقى مثلا فيه بيجو بيبقى عندهم الحواجب المنطقة بتاعة الحاجب دي عريضة زي مثلا الحالة اللي معنا دي يعنيها واسعة وحواجبها خفيفة جدا فاحنا بنعمل المايكرو بليدنج ده وبيكون بسيط ومش بيعد طول الوقت يعني بيغير بعد السنة اللون بتاعه بيكون خفيف وممكن نغير كل شيء بتاعه تاني ده برده دي صورة بتاعه مايكرو بليدنج ودي كمان انت بتعنيه اه اه دي كانت عندها اكتف اكني ومع مراحل برده التنظيف والعناية بالبشرة وكده قدرنا نوصل للنتيجه دي وبطلنا بقى ان احنا برده لازم يكون جسمنا من جوه سليم ده بيبقى برده غزة غلط اه في حاجات انا بقف عندها اه لازم بنروح اه لدكتور جلدية وانا يعني عندي دكتورة لما بيجي حالات ببقى مش عارفة اعمل ايه ببعثهم ليها يعني هو ده بقى الديب كليني اللي هو التنظيف العميق الفرق بينه السورتين بيشيل بقى الجلد الميت والبلاك هاتز والوايت هاتز والحاجات دي كلها ودي ديرما بلاننج دي تقنية كده برضه بتعمل تقشير للبشرة سهل جدا من غير اي رسك خالص والله الحلقة النهاردة جميلة لان كلها بتصب في الجمال الداخلي حتى انت قلت من جوه لازم ننظف علشان بيجهر من بره يعني حتى التغذية بتبان على بشرتك طبعا يعني احنا بتغذي روحنا وبتغذي جسمك ولازم اللي اتنين يبقوا ماشيين في خطير متوازين مع بعض بحك لما تعمل جميل احكي لنا اكتر احكي لنا اكتر يا هبة يعني انت لو انثة متسامحة وعن محتوية بيتبينت في عينك اللي احتويق ده وانتي حتى من غير ما تتكلمين انت بتقولي مثلا رسيد برايم انتي ما هتشوف واحدة ست من اول ما تشوفها هل تعجب بيها اه ممكن يعجب بيها جدا لان هيجزبوا فيها يعني سبحان الله النقطة دي اللي في عيني انا باين الجميل طبعا انا ضيف المنسيته النهاردة كتاب اكتب ساعتك ده كان ضيف معي وهو الكتاب ده كان في محور حوارنا النهاردة اه نفسي طبعا اتكلم عنه واتكلم فيه بس ان شاء الله الحلقة اللي جاية بإذن الله هيكون اه اضيف مهم معي كتابي اكتب ساعتك لدكتورة هلعماد اه الحلقة جميلة جدا النهاردة وعايزين نكمل والله والوقت لسه مش مش مكافي اه ببسطة قوي معيكم اه استاذة عهبة اخر سؤال برغم جمال الانسة ليه الانسة ممكن تتخان اه ارجع اقولك لان هي مش محافظة بيوصل جدا ثقاتها بنفسها للراجل اللي قدامها بيوصل جدا اه ان هي عندها تقدير ولا لا ودي اهم نقطة لان من اكتر مغوريات الراجل في الست اللي هو عايز يبقى يعيش معاها او بيتعامل معاها ان هي بتقديرها بيبان قوي في العنين ده اللي هما بيعرفوا يقروا العنين كويس جدا جدا وهما بيعرفوش يتكلموا بس علاقتنا ممكن يكون طبعا يعني مش لازم هي تكون برضو اكشن فهو عمري اكشن يعني هو ممكن يكون حالة مرضية يعني قصدي ممكن يكون هو اصلا كده هي ما اثرتش في حاجة حاجة مرضية انا بكلم عن الراجل الطبيعي اه لو الراجل الطبيعي هو عايز انسة تحتويه تقدر اختر لكن في حالات طبعا اتبسطت جدا معاكم ومتشكرة قوي على كلامكم الجميل ده ونورتوني ياسمين نورتيني ياهباس ونورتيني ياهباس ننطلب نورينا الله اللي يخليك شكرا اكيد والى اللكاء في حلقة جديدة ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة